السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في قناتكم نجمة الريف كنتمنى ان شاء الله تكونوا بأحسن حال انتم ما تفرجوا في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنشارك معكم كما تلاحظوا معي في الصورة ميني تشيسكي كاجي رائع رائع جدا وكاجي في المدق خطير في المدق الأخوات صدقوا لي غي جربوا وردوا علي في تعليقات ديالكم الأخوات لأول مرة تنضم القناة ديالي كنتمنى ان شاء الله تقطعوا على الجرس باش يتخليكم كل ما هو جديد وكذلك الاخوات كنتمنى منكم فضلا وليس امران يعني تديروا اللايكات ما اخسرتوا ولو الا درتوا اللايكات عندما كتلاحظوا معي يعني هاد تشيسكي كاجي كي استحق تجربه وكاذا كي استحق المتابعة للفيديو من البداية الى النهاية باش حتنتم ان شاء الله يستق معكم كما كي اصدق معي كما كتلاحظوا معي في الصورة بسم الله على بركة الله عندي هنا اياه في المقونات اول مقونات باش خدنا نعدله من هاد ميني تشيسكيك ديالنا عندي هنا اياه ميتين قرام ديال البيسكويت دائما البيسكويت اي نوع اللي انتوفر عندكم في الدار ديال البيسكويت يمكن لكم ديرو احتى ذاك البيسكويت ديال درهم ولكن في المجموع يكون فيه ميتين قرام ديال البيسكويت غادي نطحنو غادي نبقى معاكم بهذا الطريقة يعني كنطحن في هاد البيسكويت ديالي حتى نكمل كلمية اللي عندي هنا كاملة يعني ما غايت تحلو عليه لا لقي تفيش كلمة لحتوه هنا اياه شي طريفات ما زال عاد ما مطحونيش ضرور ما ترقدو ايه تطحن كما قلتكم اخوات في المجموع ديال البيسكويت مطحون غادي ندوف عليهم على هاد البيسكويت جوج معاقبار ديال الزبدة الزبدة يعني عبرتنا جوج معاقبار مقبل قبل ما ندوبوهم بعد ما تعبرو جوج معالق عاد غايت دوبوهم في واحد كسرونه وغادي تزيدوهم على هاد البيسكويت يعني كما كان قلتكم اخوات دائما كان أعطيكم يعني المقادير مضبوطين باش اي حاجة غايت عدلوها يعني غايت صدق معاكم وغادي نخلطوا مزيان هاد الزبدة ديالنا مع البيسكويت باش تدخل هديك الزبدة في هاد البيسكويت مزيان ويتحاولوا تاخدوا واحد الكمية في اليدها في هاد طريقة تضغطوا عليها هذا هو القوة من يغسكم تحصلوا علي كما قتلاحظوا وذا بغادي نجيبو هاد القالب ديال كابكيك غادي نوزعوا في هاد كويغتات ديال كابكيك بعد ذا كما كانت تلاحظوا معايا وغادي نوزعوا في هاد البيسكويت ديالنا بها الطريقة يعني هاد المقادير اللي أعطيكم لأخوات اليوم يعني مضبوطين مئة في المئة انتم ما كانتشوفوا يعني هاد الاناء فارغ من البيسكويت يعني جانيشا في هاد الكويغتات وده بغادي نحاولوا غادي نضغطوا عليهم بهاد هاد الكاس باي حاجة عندكم مهم ضرور ما تضغطوا عليهم زيان وتحاولوا يعني تضغطوا في الوسط وغادي نبقى معاكم عفوا الأخوات يعني هتنكمل هاد هال البيسكويت ديالنا كامل غادي نضغطوا عليهم زيان بها الطريقة وده بغاين دوزو هاد نوجدو الحوشوى عندي هنا يا جوج الياغوت ياغوت طبيعي جوج علاب ديال ياغوت طبيعي بدون سكر وكذلك نضيف هنا يا كما اللحطوا معايا كأس ديال الحليب حليب بودرة يعني غبرة مع جوج مع ديال السكر مع الكبار يمكن ليكم دا يعدي تزيدوا في الكيمية ديال السكر ولكن جا هاذاك هو في الأخير اللي بغادي الحلاوات زايد يمكن لي هاد زيت السكر بعد ما خلطنا مزيان مكونة ديالنا حصلنا على هاد القوام دا بغادي نحاولو غادي نوزعوه في هاد كوغتات ديال كابكيك ديالنا وضروري البيسكويت دا يعني كما قلتكم أخوات ضغطوا عليهم زيان في اللون وغادي نبقى معاكم بهذه الطريقة حتى نكمل يعني هاد الحوشوة كاملة اللي عندي في هاد الآن دائما الأخوات المقودة اللي كانت أعطيكم أو المقادير مضبوطين يعني جاني هادك هو دا بغادي ندخلوا الفران الفران يكون يعني عنده العافية متوسطة حاولي سبعة حتى العشر دقايق وذي بغادي ندوزو غادي نوجدو الجولي ديالنا عندي هنا يا فهد كاثرنا تقريبا جوش كيسان ما عمرينش يعني شوش كيسان ما عمرينش ديال الماء للماء عادي ديال الروبيني وكذلك عندي هنا يا جوش صاشيات ديال فلان بنوكهات لباني أنا في الأخير غادي غايتلاحظوا معي غادي نزيدو هنا واحد فلان ديال ديال درهم ما شي ضروري هادك فلان ديال درهم يمكن ليكون ديروغي هاد الجوجو صافير وليكن أنا بغيت باش يجيني يعني يجي لجولي يعني يجي عاقد كتر وصافي يجي عاقد مزيان ودفت هنا هاد ديال ديال درهم كيما قلتكم أخواتي ممكن ليكم ديروغي هادك الجوجو ماشي ضروري هاد ديال درهم غادي نضيفوك هذلك هنا يا جوج معاقبار ديال السكوار ساندة باش نحصلو على جولي ديالنا يجي هادك هو في الماداق يعني في السكوار يجي هادك هو في الحلاوة وغادي نحطو فوق العافية نبقوا نحركو بالاستمرار ضروري هاد طريق الاخوات ما توقفوش تحرك ما نشوفو يعني هاد الجولي ديالنا كتطلع فيه الغليا كما كتلاحظوا معايا في الصورة دائما صورة الاخوات كتوضح لكم أكتر وعندي هاد البسكويت ديال اوريو غادي نقلعو هاد الكريمة اللي فيها الداخل وغادي نزينو منو هاد تشيز كيك ديالنا باش يعطي لها واحد المنظر واحد الجاملية رائعة جدا يمكن لكم تزينو باي حاجة عندكم فوكي معسلة او الفوكي عادية مهم لكين باي نوع البيسكويت مهم ماشي ضروري ديال اوريو وذا بغادي نحاولو بعد ما قلعنا الكسروة ديالنا بعد ما شفتوها معي يعني في الصورة غايت شوفها تلعت في الغليا تنزل فوق العافية وغادي مباشرة غادي نكبوها فوق هاد الأوريو ضروري يكون سخون هاد الجولي ايلا غايت يعني عاقد يمكن ليكم ترجعوه يدوب عادي تسقيو من هاد اوريو ديالنا وغادي بعد ما غادي نكملو غادي نخليه فوق توياد العامل حتى يتبرد شوي هاد اه تشيس كيك ديالنا ومبعد دخلو هاد تلاجة من غادي تبرد غادي ننقدموها ليكم كما كانت لاحظوا معايا بصحة والراحة وكنت من ان شاء الله الوصفة اليوم محتلت ومن شاء الله تجربوها ويستق معاكم قد يعني تتعدلوها الوليدة ديالكم في هاد رمضان او يعني صباحة العيد لا يدخلو علينا بصحة والسلام ان شاء الله يا ربي العالمين انا تعملت خليت معاكم واحدة هنا اياه باش تشوفوا الطريقة باش قلعنا على هاد شيس كيك ديالنا هاد كويختات انتو ما كتشوفوا يعني الطريقة راسهلة جدا وبسيطة جدا غايت باش نشاركها معاكم باش شوفوا الطريقة وصفهم يعني باش شوفوا بلا راسهل يعني ما في احتش حاجة صعبة في هاد روصة اليومة بالعكس الاخوات وصفة جيد سهلة ولكن في الاخير غايت حصلوا على واحد شيس كيك كاجي خطير خيالي في الماداق وفي الشكل روع الاخوات هنتو ما كتلاحظوا معايا غادي نقسم معاكم هادي يعني شتوها معايا في اول فيديو ولكن غادي نكرر نعود ورها لكم بالعرض البطيء يعني ما نصرعش الفيديو باش شوفوا يعني كتجي الداخل كتجي رائعة رائعة جدا هنتو ما تشوفوا معايا اخواتي غادي نخليكم ان شاء الله الى فيديو مقبل هفوال وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته